موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكيرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع فيك المعتاد أهم وأبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية الصادرة في أعدادها اليوم أيضا تابعت العديد من الموضوعات نبدأ من المواقع الإخبارية المحلية تحديدا من موقع الموقع بوست الذي أورد تقريرا خاصا عن ميليشيا الحوثي وتساءل الموقع هل يمكن لميليشيا الحوثي أن تتحول إلى حزب سياسي؟ قال الموقع نقلا عن مراقبين أن مسألة تحول الميليشيا الحوثية إلى حزب سياسي ليست بالأمر السهل كونها مرتبطة بشكل جوهري بالداعم الرئيس للجماعة ألا وهي إيران والتي تعتمد في سياستها الإقليمية على التقوية وترسيخ الجماعات الطائفية داخل دول المنطقة وذلك بهدف إغراق المنطقة في الفوضى يقول عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية فهد سلطان إنه لا يعتقد أن جماعة الحوثيين قد تعود إلى تشكيل حزب سياسي مهما كانت الضغوطات الدافعة إلى ذلك وأكد في تصريح خاص لموقع بوست أن ميليشيا الحوثي لن تسلم السلاح لأن ذلك يصادر عليها مشروع القوى الذي تنطلق منها كما لن تتحول إلى حزب سياسي فذلك يسحب البساط من تحتها ويعيدها إلى مربع المشهد السياسي إلى موقع يمن مونتر والذي علق في صفحته الرئيسية وقال مفوضية اللاجئين تقول الحرب في اليمن هجرت مليونين فاصل ثمانية شخصا ووفقا للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين فإن الحرب في اليمن هجرت مليونين فاصل ثمانية شخص وأن هناك قرابة مائتين وسبعين ألفا من اللاجئين الأفارقة لا يزالون في البلاد وأضافت المفوضية أن هذا الرقم يعد الأعلى مقارنة بالصراعات الدائرة في العالم وأضاف بيان صادر عن المفوضية أن هذا العدد قد تجاوز عدد سكان العاصمة اليمنية صنعاء لافتا إلى أن اليمن لا يزال يستضيف مائتين وسبعين ألفا من اللاجئين معظمهم من الصومال في حين يأتي عشرة ألاف شخص جهريا إلى سواحل اليمن قادمين من القرن الأفريقي والشرق الأدنى شعب ذكي ولكن تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقالا أشهد فيه بمناقب اليمنيين التي لا تزول مع الصراع وقال الكاتب شعب ذكي ولكن أتأمل مجلزات الشعب اليمني في مدنه القديمة وحصونه وقراه مدرجاته وسدوده وحتى في أدواره العربية القديمة العظيمة فأجد الشعب حاضرا أبحث عن الدولة فلا أجد إلا النزر اليسير أرجوكم تأملوا كل حضارات الدنيا كانت الدولة فيها هي الرائدة والشعب من ورائها هنا العكس الشعب في المقدمة والنخب الخائبة تاريخيا وعلى رأسها معظم الأنظمة المتعاقبة ورؤساء العشائر والقبائل والمناطق والمذاهب وإن تحزبت لهم لها إلا أن تعيق أحلام الشعب بالتجهيل والظلام وأن تستمر بإثارة الصراع لمجرد البقاء إنني أثق ثقة كاملة وبلا حدود في عظمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز المحن والأزمات لمعرفة بهذا الشعب في جباله ووديانه وسهوله وسواحله أعرف صبره وذكاءه أخلاقه وكرم روحه كفاحه وجلده تسامحه واعتزازه بنفسه أعرف نبل فقره وأريحية سجاياه حتى بدوات شعابه وتوحش ذراه في جبال حجة وردفان وحراز ويافع إنها تجدد ما اهترأ من أرواحنا وتعيد ما تلاشى من عزائمنا الإنسان في هذه البلاد هو الثروة الحقيقية لو أنه ثمت إرادة أو ضميرا أو ثمت من يسمع أو يعقل نشاهدين إلى موقع عدن تايم والذي عنوان في صفحته الرئيسية مصدر مسؤول يطمئن أهالي عدن يقول انفراج كبير في أزمة البنزين بعد تفريغ 12 ألف طن متري وقال المصدر لموقع عدن تايم يجري حاليا في ميناء الزيت التابع للمصفا عملية تفريغ لـ 12 ألفا و 600 طن متري من مادة البنزين إلى خزانات الشركة مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تزويد محطات تعبئة الوقود بهذه المادة بحسب البرنامج المعد من شركة النفط عدن المسؤولة عن عملية التوزيع ولفت المصدر إلى أن تفريغ هذه الكمية من شأنها القضاء على الأزمة التي تشهدها المحافظة حاليا وإنهاء الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود إلى موقع مصدر أونلاين عنوان الإفراج عن 30 أسيرا في صفقة تبادل أسرى بين المقاومة وميليشيات الحوث في محافظة الجوف يقول الموقع نقلا عن مصدر محلي أن عملية التبادل للأسرى جرت بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الحكومي من جهة ومسلح جماعة الحوث وقوات صالح من جهة أخرى في محافظة الجوف وقال مصدر في المقاومة للمصدر أونلاين إن الطرفين تبادل ثلاثين أسيرا كانوا أسر خلال المعارك الجارية بين الطرفين خلال الأشهر الماضية وأشر إلى أن العملية قادتها وسطة قبلية وميدانية على رأسهم القيادي في المقاومة والجيش يحيى الحاسر ومشرف ملف الأسرى من جهة الحوثيين وقوات صالح عنوان آخر العليم يقول إن المسافات بين طرفين المشاورات متباعدة تماما وتحتاج لمعجزة اليمن والعقد الخفية تحت هذا العنوان كتب عبد الواسع الفاتكي مقالا ونشره في العرب الجديد وقال الكاتب على الرغم ما صنعته الحركة الحوثية في الجزد اليمني من تجريف للبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أن هناك توجها وإصرارا كبيرا من الإقليم والمجتمع الدولي على إعادة تدوير الحركة الحوثية وتأهيلها لتنتقل من المسرح العسكري إلى المسرح السياسي غير أن هذا التوجه يصطدم بالبناء الفكري والإدلوجي للحركة القائمة على القوة فالحوثيون يعتقدون أن ما سيكسبونه عبر السياسة وأدواتها أقل بكثير مما سيحققونه عبر السلاح والعنف ومن ثم فمنقفهم المتصلب والرفض تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن والذي يمثل عقبة كأداء أمام الولوج في حلول تقضي إلى أن تضع الحرب أوزارها سيستمر ولن يتعاطوا معه بإيجابية إلا عند استكمالهم دمج عناصرهم في الأجهزة العسكرية والأمنية أو إذا ضمنوا أن ترتبات المشهد العسكري والأمني المقبلة تقضي بضم لجانه بالشعبية إلى وحدات الجيش والأمن ناهيك عن أنهم سيسرحون مقاتليهم بالأجر اليومي ومقابل ذلك سيشترطون تسريح فصائل المقاومة التي لم تضم للجيش الوطني لتقاعس الشرعية أو لتحفظها عليها خشية إثارة حفظة بعض الدول التحالف التي تنظر إليها بأنها تابعة لحزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تناصبها العداء أما تسليم الأسلحة فسيسلم الحثيون جزءا بسيطا من الترسانة التي استولوا عليها على اعتبار أن التحالف دمر معظمها وسيربطون تسليمهم لها بتسليم فصائل المقاومة أسلحتها وسيظل الحثيون يربطون الملف العسكري والأمني بالملف السياسي إلى الاشتراك نت الذي تابع الأحداث التي تشهدها محافظة عمران وعنوان الموقع عمران تدهور الوضع الإنساني وسط انتشار مرض الجرب ينقل الموقع عن منظمة أطباء بلا حدود أنه تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بالجرب في محافظة عمران التي يعاني سكانها من وضع إنساني صعب جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عام وأوضحت المنظمة في بيان أن عدد حالات الجرب التي علجتها في المحافظة ارتفع بشكل ثابت خلال الأشهر الماضية مشيرة إلى أن عدد هؤلاء بلغ 123 في يناير و131 في فبراير تابعت المنظمة الحالات تجلت ارتفاعا مطردا منذ ذلك الحين إذ بلغ عددها 254 في مارس و576 في إبريل و1927 في مايو وأن غالبية مصاب من النازحين جراء المعارك من العنوين أيضا التي جاءت الرئيس هادي يوجه باستيعاب 18 ألفا من المقاومة في تاعز في الجيش والأمن وقبل مطالعة ما تقوله الصحفة العربية الصادرة في إعدادها اليوم كالمعتاد نذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا مرحبا مجددا إلى الصحفة العربية الصادرة في أعدادها اليوم وتحديدا من الصحفة الكويتية حيث ناقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن عضو الوفد الحكومي في المفاوضات معين عبد الملك قال إن مشاورات الكويت تراوح ما كانها بحيث تعاد النقاشات في كل جلسة دون إحراز تقدم يذكر مضيفا حتى عملية الإفراج الأخيرة التي قامت بها ميليشيا الحوثي عن عدد من الموقفين مؤخرا شملت سجناء جنائيين ومختطفين من نقاط عسكرية على حزب الهوية ولم تشمل من يطالب بهم الوفد الحكومي من المعتقلين السياسيين والصحفيين الذين ما زالوا في سجون ومعتقلات الإنقلابيين وقال عبد الملك فإن قوة التحالف سوف تعطي فسحة لوضع الترتيبات السياسية عبر مشاورات الكويت والتي تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار وعلق عضو الوفد حول التصريحات التي أدل بها وزير الخارجية الإماراتي أخذت على غير معناها مؤكدا أن التحالف سوف يظل داعما للحكومة اليمنية إلى أن يتوصلوا لاتفاق دائم ينهي حالة الحرب ويعيد الشرعية وبالانتقال إلى صحيفة عكاض السعودية عنونة الانقلابيون يختطفون المدنيين لمبادلتهم بأسرهم تقول التفاصيل في الصحيفة بعد ساعات من تبادل الأسر مع المقاومة الشعبية شنت الميليشيات الإنقلابية حملة اختطافات واعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل في الأحياء الخاضعة لسيطرتها في شرقي محافظة تعز وأوضح نائب رئيس المجلس التنسقي للمقاومة الشعبية نبيل جامل في تصريحات إلى عكاض إلى أن ميليشيات الحوثي اختطفت خمسة مدنيين في منطقة الحوبان للزعم بأنهم أسر حرب ولمبادلتهم بعناصر الميليشيات الأسرة لدى المقاومة قال جامل إن خمسة عشر من أفراد المقاومة الشعبية لا يزلون أسر لدى الحوثيين وفي المقابل تتحفظ المقاومة على أكثر من مائة مسلح حوثي تم أسرهم في المعارك خلال الأشهر الماضية وبين أن غالبية من أطلق الإنقلابيون سراحهم في عملية تبادل الأسرة يعانون من حالات نفسية جراء تعرضهم للتعذيب وبعضهم مدنيون وطلاب عادوا من خارج البلاد إلى تاعز وأن أسر المقاومة لا يتجاوز عددهم ثمانين أسيرا منهم خمسة عشر لا يزالون في سجون الميليشيات ومن المتوقع الإفراج عنهم في صفقة قادمة لتبادل الأسراء إلى صحيفة الخليج تابعت العاصفة الترابية في محافظة عدن وعنونة عاصفة ترابية منطرة تضرب محافظة عدن الصحيفة الإماراتية قالت ضربت عاصفة ترابية قوية مصحوبة بأنطار غزيرة محافظة عدن وألحقت أضرارا بالمنازل والمراكز التجارية في عدة أحياء في المدينة تتابع الصحيفة تسببت العاصفة في إثارة الغبار والأتربة وهو ما أدى لتحويل النهار في هذه المحافظات إلى ظلام دامس وذكر مصدر في الأرصاد الجوية أن العاصفة كانت مصحوبة بسحب رعدية منطرة غطت سماء عدن قبل أن تنهمر بأمطار غزيرة ساهمت في انخفاض الرؤية إلى أقل من 200 متر وتشهد المدينة أمطارا غزيرة ظروف الثورة والتغيير تجدد تتجدد عفوا في الشرق الأوسط تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقالا ونشره في صحيفة القدس العربي وقال الشهابي الشعوب العربية مستمرة في دفع فاتورة الثورة في عالم يرفض التغيير ويصر على استمرار أوضاعه الراهنة ابتداء من ليبيا مرورا بمصر وسوريا واليمن وصورا إلى البحرين تتواصل معاناة الذين ملأوا شوارع العواصم سخبا بهتافاتهم المدوية التي لم تبق إلا أصداء خافتة منها يومها كانت تلك الهتافات تعبيرا عن قلب عربي نعبض يتطلع إلى الحرية والكرامة والتحرر من القيدين الأساسيين الذين التفى حول عنق شعوبها منذ سبعة عقود تقريبا الاستبداد والاحتلال تلك الثورات كشفت المستورة من الأوضاع المزرية في منطقة تتوسط العالم وتربط القارات وتختزن أكبر احتياطيا من النفط لكنها بالإضافة للاحتلال الذي تجاوزت أثاره أرض فلسطين تنوء بأعباء الهيمنة الغربية التي تواصلت بعد انتهاء حقبة الاستعمار والوصاية والحماية ففي الوقت الذي كانت الهند تنزع فيه لباس الاستعمار البريطاني وتتحول لأكبر ديمقراطية في العالم كان العالم العربي يخلع لباس الاستعمار ليس لكي يتحرر بل ليعيش مأساة احتلال لأقدس أراضيه وهيمنة أنكل أمريكية على كفة أراضيه وأنظمة حكم مستبدة هيمنت على أغلب شعوبه كانت الشعب العربية وما تزال ممنوعة من التعبير عن آلامها المبرحة الناجمة عن تلك الظواهر التي تخلصت دواد العالم منها وحينما استفاقت في لحظة تاريخية نادرة وعبرت عن آلامها وأمالها تعرضت الأبشع أساليب القمع وأكثرها توحشا صحيفة البيان الإماراتية عنوانة مجلس الأمن يناقش غدا خطة سلام اليمن قالت الصحيفة الإماراتية عن مصادر سياسية يمنية مجلس الأمن الدولي سيناقش صباح غدا خريطة الطريق الأممية لإحلال السلام في اليمن المقدمة من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ذكرت المصادر أن الخطة المقترحة سوف تتضمن تشكيل لجنة عسكرية بمشاركة ضباط من دول الخليج والدول الثمانية عشر الرعية للمبادرة الخليجية تتولى مهمة تسلم المدن وتجميع الأسلحة وتأمين العاصمة ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية تزامن ذلك مع إعلان نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجرالله أن طرفي النزاع في اليمن توصلا في مشاورات الكويت المتواصلة منذ شهرين إلى تفاهمات كثيرة والمشاورات تشهد تطورا إيجابيا يمكن البناء عليه إلى صحيفة الاتحاد تابعت التطورات بشأن مشاورات الكويت وعنوانات الكويت المفاوضات مفاوضات السلام اليمنية في الاتجاه الصحيح تقول الصحيفة عن نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجرالله إن طرفي النزاع في اليمن توصلا إلى تفاهمات كثيرة والمشاورات بينهما في الكويت برعاية الأمم المتحدة تشهد تطورا إيجابيا يمكن البناء عليه وقال مفاوضات السلام تسير في الاتجاه الصحيح واستمرار اللقاءات والأفكار بين الحكومة اليمنية والمتمردين يؤدي إلى نزيد من التفاعل وشدد على عدم تدخل بلاده في سير المفاوضات لكنه أشار إلى تقديم النصيحة كلما دعت الفرصة إلى ذلك إلى صحيفة العرب الجديد تابعت الوضع الاقتصادي المتدهور وقالت ديون اليمن تقفز إلى مستويات تنذر بالخطر تقول الصحيفة عن تقرير رسمي ديون اليمن وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر ما يضع الحكومة أمام مأزق العجز عن السداد لسيما في ظل عدم قدرتها على توفير التمويل مع انخفاض الإقبال على شراء أذون الخزانة وسندات الحكومية مقارنة بالسنوات الماضية أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أكثر من 94% خلال العام الماضي بينما تبلغ نسبة الحدود الآمنة المتعارف عليها 60% ولفت التقرير الذي حصلت عليه العرب الجديد وعلى نسخة منه إلى أن الحكومة بين خيارين إما هيكلة الدين الداخلي وطلبوا الإعفاء من الدين الخارجي أو العجز عن السداد وأوسط وزارة التخطيط بعقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية ولإعادة جدولتها بالإضافة إلى نقل وظائف الخزانة العامة بما فيها إصدار وخدمة الدين العام من البنك المركزي إلى وزارة المالية وبهذا القدر من الصحف العربية والمواقع الإلكترونية نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة لكوشك الصحافة أراكم على خير في حلقة أخرى إن شاء الله وأترككم مع مجموعة مميزة من الكاريكاتور المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة